العلاج الطبيعي المختلفة عدنا بناء على طلبات كثيرة جدا من السادة المشاهدين لنستكمل رحلتنا داخل برامج حديثة في العلاج الطبيعي اللي بتتواكب مع العصر وبتتواكب مع سنة 2018-2019 ولذا عزيزي المشاهد عزيزات المشاهدة إذا كان أحد أفراد الأسرة بيعاني من مشكلة صحية وتوجه إلى أحد التخصصات الطبيعية المختلفة كتاب له برنامج علاج طبيعي أحرص فيه نتيجة أو لم يحرز خليكم معنا دايما بنعرض الجديد في برامج العلاج الطبيعي من خلال برنامج طبيعي 100% في نفس المعاد من كل أسبوع انتظرونا من النهاردة هنتحدث عن موضوع مهم جدا وموضوع ربما يهم كثير جدا من السادة المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي وهو خشونة الرجبة وعلاقتها بالسمنة وزي ما منظمة الصحة العالمية صنفت أن مرض السمنة هو ليس بمرض ولكنه أم الأمراض فكثير جدا من الأمراض سببها الأساسي السمنة وكثير مننا بيذهب إلى أي متخصص سواء كان عزام أو سواء كان أعصاب أو سواء كان قلب أمراض مزمنة كثيرة جدا يعود السبب فيها الرئيسي إلى زيادة الوزن حتى أن الإحصائيات بتقول أن 33% من السكان على مستوى العالم بيعانوا من السمنة طبعا أغلبهم من السيدات بحكم النسيج الدهني عند السيدات بيمثل 25% في مقابل أن الرجل بيبقى عنده النسيج الدهني 15% طيب مضاعفات السمنة كثير جدا زي ما قلنا وحتى لو إحنا قلنا شوية أرقام كده بنقول أن 10 كيلو زيادة بعد سنة 40 ربما تقلل العمر الإفتراضي للإنسان اللي هو بعد سنة 40 لمدة سنة وترفع نسبة الوفيات 3% يعني لو في حد عنده سكر بعد سنة 40 5 كيلو 6 كيلو من الممكن أن يرتفع يكون السبب الرئيسي بتاعها بنسبة تعادل 133% وهي السمنة اللي بتبقى موجودة وهي اللي سببت في هذا الأمر ويقل هذا المعدل في السيدات بنسبة 83% طبعا فيه أمراض كثيرة زي أمراض القلب اللي عنده 5 كيلو زيادة بعد سنة 40 من الممكن من الرجال أن يتعرض إلى الإصابة بالقلب من نسبة تعادل 43% في مقابل أن السيدات 55% نسبة كثيرة جدا معقدة أمراض قلب أمراض رئة أمراض فيها العظام أمراض فيها العمود الفقري السبب الرئيسي بتاع السمنة طب إزاي نقيس السمنة معنا تقرير نشوف فيه بإسلوب حديث إحنا كنا نقيس السمنة قبل كده على الميزان والوزن وإذا كان الوزن الطبيعي لو زاد 10% يعني أنت عن الطول يعني طولك 170 تبقى وزنك 70 7 كيلو زيادة يعني أكتر من 10% تبقى أنت بتعاني من السمنة معدل كتلة الجسم اللي هو الوزن على المربع طول بالمتر المربع تطلع نسبة 25 إذا كانت من 25 إلى 29 وتسعة من 10 سمنة بسيطة من 30 إلى 39 وتسعة من 10 سمنة متوسطة فوق 30 سمنة جديد لوقت عندنا كمبيوتر هنشوفه مع بعض حضراتكم ممكن يقيس السمنة في الرجل والسمنة في الإيد ده جهاز الكمبيوتر ما بيلينا كل المعالم الراجل طلع هو تعالى الميزان ماسك بإيده الميزان وبيطلع علينا البرامتر كلها كمية الماء قد إيه كمية الدهون قد إيه نسبة العضلات العضم الاحتمالية للإصابة ببعض الأمراض حتى من الممكن أن أتوقع هذا الكمبيوتر من خلال أن الراجل بس طلع ومسك الميزان بإيده وبنطلع ريبورت بهذا الأمر كأنك بتعمل تحليل وبنشوف بعد كذا جلسة بقت النسب دي وصلت إلى مستويات أحسن ولا مستويات فيها تأخر طبعا بيبقى فيها مستوى أحسن بكتير جدا شايفين الراجل الكرش بتاعه مغطي هو قدام بسم الله ما شاء الله أنه عندنا معدل القطر بتاع البطن مفروض ما زيتش عن 85 سنتي شوف أنت القطر هنا أنت بتبقى واقف ما أنت شايف رجلك لكن جهاز الكمبيوتر هنا بيبين لنا الدقة الشديدة جدا في تحديد النسيج العضلي والنسيج الدهني نسبة المية نسبة الحرق حتى اللي بتبقى عند الناس ضعيف طبعا نسبة الحرق دي ضعيفة بنسبة قد إيه وبعد ما أدخلنا برامج متقدمة من برامج العلاج الطبيعي هل ارتفعت نسبة الحرق ولا ظلت كما هي طبعا ده اللي بيحدثه برامج العلاج الطبيعي اللي حياتك لو أنت مثلا بتتبع برنامج معين وبتعمل برنامج إنعاشي بعد شهر أو بعد سنة بتعود بتلاقي الجهاز نفسه تغير وتقدم تماما وده اللي احنا بنتبعه في برامج العلاج الطبيعي التغير المستمر في صالح المرض هنا الأمر زي ما قلنا السمنة وبنختص السمنة الموضعية لو في عندك سمنة موضعية أو عندك سمنة موضعية في البطن أو في الأرض فأنت أكثر عرضة الإصابة بخشونة الرجبة وبالتالي يجب علاج السمنة الموضعية مع السمنة الكليية ولا يوجد رجيم للسمنة الموضعية أنا ما حدش يقول لي مثلا فيه أكل معين للبطن وفيه أكل معين للرجل وفيه أكل معين ولا سمنة موضعية علاجها موضعية إما بالشفط الجراحي أو بالحقن بالإبر أو بالجلسات الجلسات دي جلسات كثيرة جدا ومتعددة في الفترة الأخيرة ظهرت تقنيات حديثة للتغلب على السمنة بتاعة البطن وبتاعة الأرداف اللي بتؤدي إلى خشونة الرجبة تسمى العلاج بالتجميد فاكرين احنا في الصين كانوا بيستخدموا تجميد الخلايا الغير مقبولة في الجسم زي خلايا الأورام فاحنا بنجمد الدهون عشان نأزلها ونخرجها برا الجسم ونشوف طبعا إزاي بنجمد هذه الدهون في خلال تقنية بتستمر معنا جلسة كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل تلاتة بتبقى جلسة مدتها نص ساعة ساعة معنا تقرير حنشوفه عن إزاي بنجمد الدهون وبنعزلها وبنخرجها على هيئة مواد أولية تطلع في البول على هيئة كيتون وأسيتون عندنا حد مثلا عنده سمنة في منطقة البطن فبناخد بالنعلم بالقلم في المستر كده على السمنة وهو واقف آدي المحيط بتاعها ونبدأ نقيس الجهاز على قد هزي المنطقة الجهاز ده عبارة عن أقطاب عاملة زي المكوى ومفرغة من النص وبتطلع منها كمية عالية جدا من التبريد تصل إلى ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة وهكذا تحت الصفر ناقص عشر تحت الصفر طبعا احنا بنختار البرنامج بناء على اللي شفناها عند العيان ووزنه قد إيه الحالة الصحية بتاعته بنختار ناقص واحد إذا كان وزنه مية إذا كان وزنه أكتر عشر كيلو نبقى ناقص اثنين إذا كان وزنه ناقص ثلاثة وهكذا بنبدأ نقل من درجة الحرارة على حسب وزن المريض طبعا احنا لا يمكن نحط الجهاز مباشرة على المريض لأنه هيجد صدمة شديدة جدا من السقوع وبالتالي يجب أن احنا بنستخدم بعض المواد زي الزيوت بتوضع وبيوضع شاشة ثم يوضع الجهاز الجهاز طبعا متصل بجهاز الكمبيوتر اللي بيبدأ يطلع موجة عالية التبريد التي تجمد الدهون في فترة نص ساعة أو ساعة لربع أو ساعة العيان بيجينا مرة كل إسبوع أو مرة كل إسبوعين أو مرة كل شهر الناس اللي ساكنة في أسوان وساكنة في سكندرية أو بيجوا من الدول العربية بيبقى محتاج جلسات مكسفة ممكن يعمل ساعتين أو ثلاثة في اليوم التجميد بتاعتهم بيعزلها تماما حتى أن بعد الجلسة بتنشر ساعة بنجد أن هناك انتقاص موضعي نص كيلو يظل الانتقاص مستمر بالعيان لمدة خمس أيام بعد الجلسة يقل لنص فربع فتمن وهكذا وطبعا دي مش مفهاش التلوث الكهرابي ولا حاجة بنبص لقي فيه إحمرار موجود عندنا بماسك حاجة ساعة كده بتلاقي فيه رد فعل طبيعي القلة الدورة الدموية السطحية اللي هو الإحمرار ده مع التدليج بيبتدي يقل ولو استمر فترة ده أمر وارد لأن التجميد بيستمر الأسر الإيجابي بتاعه فترة كبير جدا بتشوف شفط الدهون داخل الجهاز من جزء عميق إلى جزء سطحي وبناخد فيه زي ما حاج شايف كده أماكن لا يمكن الوصول إليها بالطرق العادية في الجناب سمنة الأرداف سمنة الفخد اللي عامل الخشونة عند الرجوة دي ومش قادرين أنه يوصل لها فالعلاج بالتجميد من الأمور المستحدثة اللي من الممكن أن تعالج السمنة الموضعية قلنا طبعا أن ليس هناك ريجيم للبطن وإزا ما بيقال تعالى يعمل الرجيم ده كل كذا عشان تقلل البطن لا ما فيش كلام سمنة موضعية يعني علاج موضعية عودة إلى موضعنا وبفكر السادة المشاهدين لسه جايين احنا بنبتدي معاكم أجزاء جديدة من حلقات جديدة من طبيعي 100% اللي هنشوف في نفس الموعد من كل أسبوع فاتبعونا عشان تتعرفوا على أحدث برامج العلاج الطبيعي اللي هي من الممكن أن تختصر الوقت وتختصر المسافة بدون مضاعفات وهو برضو بنعود إلى منظمة الصحة العالمية كما صنافت العلاج الطبيعي أنه علاج المستخبل ومستخبل العلاج بنتكلم على خشونة الرجبة وخشونة الرجبة دي معناها تحول مفصل الرجبة من مفصل ناعم إلى مفصل خشن يشبه القطيفة بتصدر فيه بعد كده يعني لو أنا أهملت الحالة نتوءات عظمية بتتكسر الرجبة السطح بتاعها بيكون من جزء ليفي يصل إلى 25% وجزء غير ليفيك كون من بروتينات ومواد نشوية يصل إلى 75% مفيش فيها يعني أعصاب ومفيش فيها دورة دموية ولكن بتجيلها من بره من الأربطة وبتجيلها من الكابسول المغطي لمفصل الرجبة بتجيلها من العضلات التغذية بتاعتها مع الوزن الزيادة كل 10 كيلو و100 كيلو موجودين على مفصل الرجبة يؤدوا إلى خشونة هذه الخشونة بع بعض الأعمال الناس اللي بتطلع سلالة مفترات كبيرة الناس اللي بتقعد مربعة الناس اللي هي وزنها عالي فوق 30 معدل كتلة الجسم فوق 30 ده معرض إلى الخشونة اللي هي بدرجات مختلفة درجة أولى تانية تالتة ربعة اللي هي بيحتاج على أساسها في كثير جدا من الأحوال عند زيارة استشاري العظام إلى تغيير مفصل الرجبة حتى لو حد مكتوب له تغيير مفصل الرجبة نتيجة أنه شاف الإشعة وهوائف قرب الساق من الفخت من عظمة الفخت يعني ما فيش مسافة ومع نطوات عظمية احنا بنجيب المريض نم على دارك اتني رجبتك افردها ادري اتني المفصل شغال ده معناه أن هناك أمل فيه الشفاء باستخدام نوعيات ومقننات شديدة القوة والتأثير أنها بتساعد على أن الغضريف اللي بتبقى موجودة فيه مفصل الرجبة والتاكلة وبينمو كل 300 يوم جزء منها بالليزر الممنهج من الممكن أن تنتقس المدة من 300 يوم إلى 100 يوم معنا تقرير لحد كان عنده خشونة رجبة متقدمة ونشوف إزاي برنامج العلاج الطبيعي من الممكن أن يحسن من الحالة طبعا المريض عنده سمنة جديدة جدا وفي نفس الوقت المفصل بتاع الرجبة هو ما بيتفردش بين إيس وبي بأز المقياس عنده فقد حوالي 20-30 درجة هو المفصل مفروض أنه هو 235 درجة طيب يا عم أنت عندك سمنة وعندك خشونة متقدمة في مفصل الرجبة وإحنا إثناء لأنه عندك حوالي 35 درجة ضيعين في الفرد فتبص ليه ماشي متني يعني رجبته متنية وبالتالي من الممكن أن يؤثر هذا بالسلب على مفصل الفقد ويبقى فيه ضغط جديد ممكن نستخدم الليزر البارد الليزر المهمة هكشوف الضوء اللي حياك شايفه ده بيلف على مفصل الرجبة ويبحث عن أماكن الالتهابات ويبتدي يشتغل كمضاد للالتهاب ومضاد للألم ويبدأ يعمل عملية إنعاش لعملية استرجاع الجزء اللي حدث فيه تآكل في مئة يوم بنمص الليه العام بعد الجلسة بتاعة الليزر البارد اللي كان ماشي بيعرج وكان ماسك عصايا في إيده بدأ يمشي وبدأ العيان ما بنعمله بردنامج مشترك ما بين الليزر البارد على سبيل المسار وليس الحصر وما بين إنقاص الوزن يعود إلى استشاري العظام يقول له ما انتش محتاج تغيير مفصل فده كان أمل كبير جدا في الفترات السابقة لإننا يبقى عندي حاجة من الممكن أن تحسن المفصل بدلا من جراحة التغيير في كسيم الحياة من الممكن الناس اللي هما عندهم مشكلة الجهاز الهضم نتيجة الأدوية كتير جدا تعارفين بتعمل مشاكل في الجهاز الهضم طب أنا دخل الدواء إزاي مش عايز أخاله عن طريق الفم بعملية التأين اللي حضراتكم شايفين إن أنا من الممكن أضع الجهاز وحط عليه مجموعة من المضادات الالتهاب مضادات الروماتيزم تدخل جوه الجسم الجسم يبتدي يمتصها من الممكن أقوى العضلة الأمامية المفصلة للرجبة باستخدام الطيار الطيارات الكهربية زي الطيار الفلادي أو الطيار الطيارات المتدخلة من الممكن أن يكون هذا سببا في تقوية مفصل الرجبة وبعد المفصل عن بعضه وفي نفس الوقت بعد ما أدخلت بمجموعة من المواد اللي هي المخدرة أو بعض المواد مضادات الالتهاب أن تتحسن حالة الرجبة عندنا مجموعة من البرامج من الممكن أن تستخدم لتحسين المفصل وإحنا بنشوف أهو يعني بعد جلسة أو اتنين قدر يتني 135 درجة بسم الله ما شاء الله ويفرد مفصل الرجبة أهو إلى درجة 180 درجة هذا أمل فيه الشفاء بندفع به إلى السادة المشاهدين اللي بيعانوا من أمراض مزمنة زي خشونة الرجبة وده يعني دايما بنبعث بأمل في حالات مزمنة للشفاء في برنامجنا اللي هنشوفه كل أسبوع اللي هو طبيعة 100% وزي ما احنا كنا متعودين زمان من عدة سنوات في برنامج طبيعة 100% بنشوف حالات كم ميقوس منها وتم الشفاء وده في فترات إلى حد ما من الممكن أن تكون قليلة وفي نفس الوقت دون اللجوء إلى التلوث الناتج من العلاج الدوائي لأن العلاج الطبيعي هو علاج تحفظي بعيدا عن العلاج الجراحي وبعيدا عن العلاج الدوائي كثير جدا من الحالات اللي بتعاني أيضا من السمنة بنشوف عندهم مشكلة كبيرة جدا وهي مشكلة التراهل ضعف عضلات مع وجود كمية من الدهون السيدات بعد الولادة ومرة واثنين وثلاثة وخاصة الولادات القيصرية بتؤدي إلى قطع العضلة فقد 70% من قمتها أيضا الناس اللي عندهم سيلوليت وهو التهاب الخلاب بوصلة فيه عمل زي إشت لبرتقان كده فيه تجعيد هذه التجعيد في الجزء الخارجي من مفصل الفخدة أو البطن ده ده نتيجة التأثير التراكمي للسمنة وعلاجها ثم رجوع مرة أخرى ثم السمنة ثم علاجها وفي بعض الناس اللي عندهم السيلوليت ده برضو من الممكن أنه يكون سبب التأثير التراكمي للأشعة بتاعت شمس وإحنا في الصيف وبنخرج بنتعرض للشمس الناس اللي بتشرب كميات كبيرة من القهوة بعض المواد المخدرة كل دي عوامل تؤدي إلى هذه التجعيد وهي عبارة عن تجمع فضلات ما بين الجزء الخارجي من الجلد والجزء الداخلي يلتف حولينا عواية دموية ويلتف حولينا العصاب يمنع عملية التمثيل الغذائي من الخروج من الجزء الداخلي للجزء الخارجي وحنشوف بنتغلب على السيلوليت والسمنة في نفس الوقت والتراهل في البطن باستخدام الشفط بدون جراح عندنا تقرير برضو لهذا الأمر دايما بنقر التقارير جديدة على حضراتكم عشان نوصل للمشاهد كيفية العلاج والنتيجة الملحوظة بعد هذا العلاج يعني بنبص نلاقي إن الجهاز مش جهاز واحد لا ده جهاز واثنين وثلاثة يعني عندنا هذا الجهاز بيتكون من مجموعة من القطع جهاز كمبيوتر بنشحم معلومات عن المريض المريض ده بسم الله ما شاء الله عنده البطن كبيرة جدا زي ما حضراتكم شايفة بنشوف أو شايفين بنشوف جهاز بنحطه فوق منطقة البطن الجهاز بيبدأ يتحرك هذا الجهاز بيشفت الدهون ويبتدي إنه هو يعصرها بنضع الجهاز زي ما حضراتكم شايفين فوق منطقة البطن جزء الأحمر ده هذا الجزء هو عبارة عن شفت للدهون من جزء عميخ إلى جزء سطحي لما نيجي نشيل الكوب ده زي ما يكون حجامة أو لكن هو بيتعرض إلى موجات كهرومغناطسية بتؤدي إلى تفتيت هذه الدهون بنجد هذا الجزء اللي هو اللي عامل زي الجزء الدائر أو الدائري لا بقى مسطح نتيجة خروج كمية من الدهون بص لقي شابك إزاي مش عارف الجهاز ما نقدرش إنه إحنا نشيله بسهولة بص بيدفع كمية من الدهون معاه وخارج بنبدأ نلفه من مكان إلى آخر وبالتالي بنجد الفرق ما بين قبله وبعد الجلسة قدام حضراتكم ده بيعيده مرة أخرى بنجد الفرق يصل إلى في حدود 10 سنتي أو غيره وبالتالي من الممكن استخدام أجهزة اللي بيجي أو الأجهزة الحديثة التي من الممكن أن تشفت الدهون وتعرضها إلى موجات كهرومغناطسية تؤدي إلى فقد كميات كبيرة جدا من الدهون في وقت قليل بنفكر حضراتكم إن إحنا عدنا أخرى لبرنامج طبيعية 100% كل أسبوع في هذا الموعد ودايما بنعرض الجديد في برامج العلاج الطبيعي والسادة المشاهدين اللي عايزين يبعطوننا أسئلة موجود صفحة الفيسبوك قدام حضراتكم بناخد الأسئلة كلها بنرد عليها عندنا مجموعة من برامج العلاج الطبيعي المختلفة والحالات والمختلفة التي تم شفاقها وطريقة العلاج موجودة على صفحة الفيسبوك الجزء الآخر إن إحنا مفروض في علاج السمنة أن ننهج منهج برامج غذائية غير نمطية يعني إيه؟ كل واحد فاكر إنه هو رجيم يعني أمتنع عن الأكلة موت نفسي وكل حتة عيش صغيرة وحتة جبنة صغيرة لا فيه في البرامج الحديثة برنامج يسمى وإحنا متبعين برامج كثيرة من ضمنها برنامج يسمى الفصائل الدم وفكرة فصائل الدم بدأت سنة 2000 في أمريكا بعد ما كان بيمشوا على برنامج يسمى نوتروفيلات بياخدوا جزء من الدم الخلال مسؤولة عن الحسية يحطوها تحت جهاز وهذا الجهاز بيبدأوا يشوفوا حساسية الجسم المجموعة من الأطعمة ويعملوا له برنامج أو جادول يقولوا ما تاكلش كذا وكل كذا لا وإن هذا البرنامج مكلف جدا هذا البرنامج لو السمنة ورسية مش هيبقى مطبق بنسبة 100% النتيجة بتاعته أيضا عند تكرار الرجيم مش هينفع تطبيق نوتروفيلات والغريب في نوتروفيلات إن أقولك مثلا ممكن تاكل شوكولاتة ما تخنش لكن المعلبات أو المياه الغازية ممكن إنها تزودك ظهر بعد كده برنامج أكثر بساطة حتى السادة المشاهدين ممكن يتابعوه فصائل الدم لو إن كل أكل في الدنيا فيه نوع من أنواع البروتين يسمى اللاكتين عندما يتضد هذا اللاكتين مع فصيلة الدم يؤدي إلى مضادات أجسام تؤدي إلى مضاعفات فنبص نلاقي فصيلة الدم إيه عندها حمض الهايدروكلوريك قليل فبالتالي ما يقدرش إن هو يخدم اللحمة وبالتالي أمراض البروتينات الزائدة عنده وعدمها ما تظهر عليها تيوريك أسد مرتفع ولو كل واحد فينا عارف إن أنا فصيلة الدم كذا ممنوع من كذا من الممكن إن هو يمنع كثير جدا من بعض المأكلات التي من الممكن أن يكون لها مضاعفات ليست على السمنة فقط ولكن من الممكن أن يؤدي إن أنا آكل هذه المأكلات إلى مضاعفات شديدة جدا حتى إن بعض الفصائل زي فصيلة الدم أو مثلا على سبيل المثال بنبصي اللاقي القهوة تزودها الكيوي يزودها الجريف روت يزودها الفراولة حاجات لا تخطر على بال لكن من الممكن أن تكون سببا في هذه الزيادة وبمص لأ المريض فتح الصفحة على فكرة الممنوعات والمسموحات بتاعت كل فصيلة موجودة على صفحة الفيس بوك وفي نفس الوقت على تويتر موجود قدام حضراتكم الناس اللي بتحب تتابع أو تبعت أسئلة أو تعرف فصيلة الدم الممنوع والمسموح أو بعض الرجيمات اللي احنا بنضيفها في مرحلة أولى مرحلة تانية مرحلة تالتة دا موجود على صفحة الفيس بوك قدام حضراتكم كثير جدا حياة يكلمونا وقالوا اتطبعوا مثل هذه البرامج رغم أن في بعض الناس يقولك يا عم في حاجة اسمها فصيلة الدم قال تابوا انت خسرا ايه؟ النهاردة في أبحاث علمية عملت في مراكز التخزي على مستوى العالم وفي كليات طب على استخدام برامج بتقنيات فصائل الدم وجدوا أن هناك تغير ملحوظ يحدث في الوزن تغير ملحوظ يحدث في نسب الدهون اللي هي الدهون السلسية والدهون منخفضة الكسافة ومرتفعة الكسافة والكولسترول عند تطبيق هذه البرامج البرامج في الاتجاه الإيجابي تحسن شديد جدا وبالتالي بنصحكم للتعرف على هذه البرامج من خلال متابعة صفحة الفيس بوك وارسال أسئلة لنا احنا في كل حلقة من الحلقات بتاعتنا ان شاء الله حننهيها بعرض الغريب من الرجيمات يعني حاجة عجيبة في الرجيمات ولكنها تؤدي إلى نتيجة ولها حقيقة علمية فحناخد في كل برنامج رجيم من الرجيمات حنبتدي النهاردة رجيم اسمه رجيم الديتوكس رجيم الديتوكس يعني تنقية الجسم من السموم والشوائب السموم والشوائب بتأتي الجسم من اللخبطة في الأكل بتأتي الجسم من اننا باكل بروتينات تتحول الجسم إلى حامض وهذا الأمر يؤدي إلى وجود شوارد حرة زي يعني جزيء واحد من الأكسجين هذا الجزيء يجري يدور على حتة تانية سليمة ياخد منها الأكسجين وده يؤدي في النهاية إلى وجود أورام لقدر الله أو كوليسترول أو وجود مشاكل صحية كثيرة جداً فلازم أعمل هذا البرنامج وأنا باعمل الرجيم ثلاثة يام كده في الأسبوع لمدة أسبوعين وقرروا مرة كل شهر معنا وراء وألم وهو قدامكم على الشاشة وانتبعوا برضو على صفحة الفيسبوك رجيم الديتوكس الإفطار بتاعه عبارة عن كوب ماء دافئ مع نص لامونة بدون سكر ومعاها أو بعدها بربع ساعة أخد كوب نعناع مع عصر أبيض زي التفاحة ويمكن تناول الفكهة مبشورة زي الخوخ وزي التفاح قدام حضراتكم الرجيم وموجود على صفحة الفيسبوك الغداء خضار مفتوح في الكمية وده بتعمل على البخار ويمكن إضافة البروكلي بين الوجبات عصير لمون بالماء المغلي مع علاية عصر أبيض العشة اتنين بيضة مسلوقة الناس اللي عندها كولسترول يا أخوانا ما تاخدش أكتر من بطين أو تلاتة في الإسبوع ممكن يستبدالوا بالجبنة الأريش أو الخضار المسلوك مع طبق سلطة طفاحة مع معلقة إرفة لزيادة الحر أو الزبادي منزوعة دسم بالعصر الأبيض وممكن أحط عليه شفان دي عبارة عن نخالة من الممكن أن تكون مالئة للمعدة وحارقة للدهون للدهون وفي نفس الوقت أشرب بعدها كوبات مية في بعض الملاحظات في كل رجيم لما أشعر بالجوع يمكن تناول المكسرات بس سبعة أو تمام مكسرات يعني ما زي قد كناية زي اللوز ممكن أعمل الرجيم ده مرتين في الإسبوع لمدة شهر ممكن استبدال الرجيم أي رجيم ممكن أخذ معاه رجيم دوت 3 أيام علشان تنقية الجسم من السموم الناتجة من بعض البروتينات اللي بتؤدي إلي زيادة نسبة الحموضة والسمية فيها الدم طبعاً فيه ممنوعين مش كل الناس تاخد الرجيم ده يا أخواننا الأنيميا، السكر، الضغط، الكلا، القلب، الأورام كل ده ممنوع لأن ده من الممكن أن يؤدي إلى مضاعفات أعزائي المشاهدين ساعدت بكم في هذه الحلقة السريعة العودة مرة أخرى لطبيعة مية في المية زي ما كنا موجودين من عدة سنوات بنعرض فيه أحدث برامج العلاج الطبيعي وبنقول للسادة المشاهدين اللي جربوا برنامج عليك طبيعي أو ما جربوش إذا كنت أحرزت أو لم تحرز النتيجة خليك معنا فدائماً بنعرض الجديد في برامج العلاج الطبيعي في التخصصات الطبيعية المختلفة على وعدهم بلقاء في الأسبوع القادم أتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق